اهلا بكم جميعا في تعليم برنامج سكتشاب في هذا الفيديو هنتعلم طريقة جديدة من طريق التحويل ملف الاوتوكات الى برنامج جوجل سكتشاب في الفيديو ده هنشرح طريقة مختلفة اكثر احترافية في تحويل ملفات الاوتوكات الى برنامج جوجل سكتشاب اول حاجة هنفتح برنامج الاوتوكات وليكن معانا مشروع زي اللي قدام حضراتكم ده عبارة عن غرفة طبعا ده كمسال مش اكتر نفس الكلام ده هتطبق على مشروع كبير عبارة عن غرفة تمام تمام الغرفة دي عبارة عن مجموعة ابواب مجموعة شبابيك مجموعة عمدة مجموعة حوائط ممتاز المطلوب مننا نعمله ان احنا هنيجي الابواب بتاعتنا هنعمل لها بهازا الشكل هندوس على ونضيف ونسميها دور ونحط كل الابواب بتاعتنا في طبق او وحنيجي على الاعمدة نفس الكلام هنحطها في وحنيجي على الحوائط ونحطها في والشبيك والتيكست وهكذا هتلاقي كل حاجة في كده احنا عملنا يا جماعة احنا كده نظمنا المشروع بتاعنا وجهزناه قبل ما نصدره لبرنامج طب فيرة الموضوع ده ايه هنعرفها لما نصدر البروجيك بتاعنا لبرنامج دي كده اول خطوة الخطوة التانية هنروح نعمل فايل سيف از وحندور على المكان اللي احنا هنحفظ في البروجيك بتاعنا وليكن انا هحفظه في في رقم واحد هشوف العمارة السكنية بتاعتي بولدرس معمرة سكنية وحسمي بتاعنا وليكن غرفة هسميه باسمه غرفة بهذا الشكل وحشوف برنامج سكتش قبل انا هشتغل عليه اصداره كام الفين واحد وعشرين يبقى اصدر ملف الاوتوكات بتاعي باصدار اقل من البرنامج اللي هشتغل عليه ممتاز ممتاز وليكن انا هخليه اوتوكات الفون وسبعة يبقى انا كده بسيف الملف بتاعي باصدار اقل ممتاز ممتاز بعد كده هقول له ايه سيف كده انا هيئت الملف بتاعي للبرنامج تنظيم الشغل اهم من الشغل كده اول خطوة انتهت معايا بعد كده هفتح برنامج جوجل سكتش اب بعد ما فتحت برنامج جوجل سكتش اب المطلوب مني اعمله ان انا استورد ملف الاوتوكات داخل البرنامج هعمل الكلام ده ازاي كل اللي عليك هتروح لفايل وتقول له امبورد بهذا الشكل هيتفتح لك مربع هتروح للفودلر اللي انت حافظ فيه بتاعك وتشوف اسمه ايه وتختاره بهذا الشكل وتخش على وتتأكد من ان الوحدة اللي موجودة هنا هي هي نفس الوحدة اللي موجودة في ملف الاوتوكات انا عنده ملف الاوتوكات بالميتر فعشان كده الوحدة بتاعت بالميتر هقول له اوكي بعد كده هقول له امبورد بعد كده هتفتح لك هذا المربع هتقول له هتلاقي ان المشروع بتاعك اصبح موجود في برنامج جوجل سكتش اب كده طيب احنا كده بش مهندس خلصنا لا ما خلصناش طب هو نرجع للسؤال اللي كنا كنا في الاوتوكات هو ايه فايدة اللي ارزال انا عملتها انا كده كده هحول المشروع ده سري دي هقول لك بش مهندس هتلاحظ ان كل انت عملتها في الاوتوكات نزلت لك في برنامج سكتش اب هستفاد من الموضوع ده ازاي هقول لك تستفد بازاي احنا دلوقتي مسلا وليكن عايزين نحول الحوائط بتاعتنا لسري دي وليكن انا مش عايز الشبابيك هي بقفلها مش عايز الابواب هقفلها علشان ابدأ مسلا اشتغل على الحوائط والاعمدة وابتدي هاختار المستطيل وابتدي ارسم العمود ده واقول له دبل كليك كليك يمين ميجروب وخش جوا جروب وابتدي ارسم باقي الاعمدة بتاعتي بهذه الطريقة واقول له بوش الى اعلى تلاتة متر تلاتة وضبل كليك على باقي العمدة عشان تاخد نفس الارتفاع بهذا الشكل طيب انا خلصت العمدة بتاعتي هبتدي اختارها واروح وحطها في الليرز الخاص بالكولومون عشان لما اجي اخفيها اخفيها تختفي معاها يا باس الشكل ممتاز الول هبتدي ارسم الول بتاعتي بهذا الشكل واقول له دبل كليك يمين ميجروب اخش جوا جروب وابتدي ارسم باقي الحوائط بتاعتي بمنتهى السهولة يبقى انا الشغل بتاعي منظم بتسهل علي ان انا اشتغل بدون المشروع يتقل معايا بهذا الشكل وخش اقول له تلاتة متر والدبل كليك بالدبل كليك بهذا الشكل اطلع برا الجروب اخطرها احطها في الليرز الخاصة بالول عشان لما اجي اخفيها تختفي معايا بهذه الطريقة لو شغلت الوندو هيبقى الوندو بس اللي موجودة عندي لو شغلت الدور حلقة الدور بس اللي موجودة عندي لو جيت شغلت الوول وكله من يبقى البروجيكت كله موجودة عندي يبقى الفايدة من الطريقة اللي احنا بتشتغل بها دي ان احنا ان يبقى البروجيكت بتاعنا منظم معانا في برنامج جوجل سكتش اوب طريقة جديدة طريقة احترافية يارب يكون قدرت توصلها لكم يارب تكونوا فهمتوها يارب يكون الفيديو قدم لاضافة لحضرتكم اشكركم نلتخي في فيديو اخر لا تنسوا الاعجاب لا تنسوا اشترك في القناة لا تنسوا مشاركة الفيديوهات لاصدقائكم الدالة على الخير كفاعله السلام عليكم ورحمة الله وارتاته